صدق اللي قال الحلو ما بيكملش غنى محمد منير للحب وللحبيبة بس قلبه محنش على واحدة ست في يوم وكل ما كان يدخل في علاقة يجري ويهرب منها بسرعة شكله كده الفن والإبداع ما بينفعوش مع تكتيفة الجواز والاستقرار طب ارتبط بمين محمد منير خليكم معنا هنا عشان تعرفوا هو عمل ايه انا ملك ريان تابعوني الكينج محمد منير لما غنى صوتك وسط القلوب انا بعرفه صوتك مليون كمانجا بيعزفه ما كانش يقصد واحدة معينة مش عشان ما حبش قبل كده لا سمح الله لا علشان حب كتير وفاركش اكتر وهرب من جوازات كتير وكتير اكتر حاجة قالها محمد منير ولايق عليه جدا انه فعلا قلبه مساكن شعبية يساع من الحبايب كتير ولا يقعدش فيه عاشق لفترة طويلة ابدا ويا ما حب ولا طالش ويا ما برضو حبوه ستات ولا عرفوه يوقعوه في شبكهم ناس كتير ما تعرفش ان الكينج محمد منير كان بيحب الفنانة نجلاء بدر بجنون وعيشه سوا قصة حب جميلة فعلا وقالت هي قبل كده انه غنالها لما الناسين بيعدي بنشارك حبيبتي بسمعه بيقول اهات وفعلا رحها طبها واهلها وفقه وحدده معاد لكاتب الكتاب ويومها اختفى الكينج وقفل تليفونه ومن ساعتها ما تعرفش عنه حاجة جوازة خلصت قبل ما تبدأ ولسه لحد النهاردة نجلاء بدر مش ناس يا هالو الكينج مكانش قصد انه يعيش عازب طول عمره ولا يخلف ولا يتجوز وكان زي اي راجل عاوز يبقى عنده عيلة وقسرة حوته بدل ما يعيش لوحده زيه دلوقتي لكن الوقت جري بيه وهو كان بيجري وراء الستات طول عمره ولسه لوحده قدرت تشنكله عندها الفرصة انها تبقى حرم محمد منير على قد ما هو رومانسي وحساس بس محمد منير من جواه شارق نوبي قصيل عنده مشكلة مع شغل الستات وكان كل ما يحب واحدة وينوي يتجاوزها يقول لها بشارق يقعودي في البيت وكان ناوي يعمل كده مع نجلاء بدر بس هي كانت مقوحة وعندها بعض نظر وعشان كده علاقتهم ما نفع كده ورغم نفي طول الوقت بس الاعلامي محمود سعد قال قبل كده ان محمد منير اتجاوز واحدة اسمها داليا يوسف من أسوان وكانت بتشتغل وعايشة في لندن وبيسافر على شنهار وهي اللي عمل لها البيت الجميل في أسوان اللي بيطل على جزيرة على النين وقعدوا سوا شهرين وانفصلوا مقدرش يتفاهم معها مبيحبش العند هو الكينج الجوازة اللي تمت فعلا بس ماكملتش أسبوع كانت من حب عمره اللي مقدرش يقوم وكرر انه يتجاوزها من كام سنة حتى بعد ما كبر في السن وفجأة وبدون مقدمات حصل الطلاق قال برضو ان الكينج كان على علاقة حب مع الامياء الصحراوي أرمالة الفنان الراحل عادي الأدهم وانتشرت لهم صور في فترة بتأكد ان هما كانوا مرتبطين فعلا لكنه نفى برضو الكلام ده وقال دي مجرد صديقة يا جماعة وإحنا هنصدق يا كينج ما يهمكش ترجمة نانسي قنقر